ديالا مدينة البرتقال والسلة العراق الغذائية لم تعد كذلك مع أزمة مركبة تهدد أراضيها الزراعية وفلاحيها على حد سواء ليست أولى هذه الأزمات الجفاف وليست آخرها محاولة دائرة الزراعة في ديالا نزع ملكية الأراضي من أصحابها والعاملين فيها هذه المحاولة يقول نواب في البرلمان إنها أتت مع موجة الجفاف التي تعيشها ديالا والتي حولت أراضيها التي كانت عامرة حولتها إلى أرض يباس بعد انحصار بحيرة حمرين مصدر المياه الأساسي للزراعة في المحافظة ويشير نواب إلى أن تزامن قرار نزع الملكية مع انحصار البحيرة وتفريغ خزينها يفضح بشكل كبير مخططا يستهدف القطاع الزراعي بالمحافظة توازيا مع تلقئ وفساد بمشاريع الصرف الصحي كانت أموالها يمكن أن تسهم بتحصين الأمن المائي ستة مليون نضربها في عشرة هذه ستين مليار راح هدر بالمال العام بسبب مشروع ماء جريد الشط لو أنجز هذه كلنا ما نصرفها نروح نوديها لأبواب أخرى من هم المسببين بهدر هذا الخزين الستراتيجي للمحافظة عرضها إلى هذه النكبة واليوم ديالة كل بساتينها ماتت والسنة الثالثة زراعة موسمية ماضية هذا الإعدام الجماعي والموصوف يشير فلاحون في ديالة إلى أنهم متعمدوا مع غياب أي مخطط حكومي لدعم القطاع الزراعي أو التقليل من تداعيات الجفاف الحزة الجاعة صارت استثمارية هذه الزراعة واليوم ديالة والله ما فعل الزراعة الشبر ما كنف النقاح الزراعة شبر ما كنف النقاح حصار خانق تعيشه الزراعة إذن في بلاد تعاني وينتظر أن تعاني أكثر مع نذر انقطاع توريد القمح القادم من أوكرانيا ما يعيد طرح الاتهامات حول خلفيات نوايا العمليات السياسية الحالية بترك العراقية هوي أكثر إلى قاع الأزمات ورهن البلاد وأمنها الغذائي للخارج